السلام عليكم طلابنا اليوم نكمل موضوع المتجهات ورح نعرف ونتعلم شون نجمع ونطرح الفكترات جيد قبل ندخل بالجامعة والطرح بس مجرد سريع على المصطلحات والتعاريف اللي مرين عليها قبل قلنا عدنا نوعين من الكميات المتجهة وغير متجهة وما اخذيها انتوا اكيد بالاعدادية عدنا منوع عدنا السكيلر والفكتر السكيلر اللي هو الكمية غير متجهة اللي هي بس تحتاج value معينة قيمة بس تحتاج قيمة ما تحتاج اتجاه غالبا هاي الكميات غير متجهة هي شنو؟ موجبة بس في بعض الراحيان هناك كمكمية هي بيعني اما positive or negative بس هذا ما يعني انه هي عدها اتجاه مثل درجة الحرارة ممكن تصير بالناقص ممكن تصير بالزائد بس يمو معناها محتاجة او معينة باتجاه معينة بس اشارة مجرد اشارة للدلال على قيمتها ازين هاي الكميات غير متجهة الكيميات المتجهة اللي حكينا عنها هواي من المحاضرات السابقة اللي هي تحتاج رقم value معينة قيمة وتحتاج اتجاه يلا تكمل صورتها الكاملة مزين هسا خلنا اخذ مثال على نوع من المتجهات وعلى نوع من الكميات اللي هي المتجهة اللي طبعا ما اخذين امثلة هواية شبهة مثل هذا الجسم اللي ينتقل من اي الابي اذا ينتقل من اي الابي من خلال هذا المسهار المنقط مزين هذي ده يقطع مسافة وهذه المسافة تحتاج بس قيمة معينة الرقم يعني رقم يوصفه ما يحتاج اتجاهه بينما اذا يقطعها بطريقة مباشرة من اي الابي وهو يقطعها كازاحة اللي هي displacement بالانجليزي اللي هي هذا الرقم هذا هو متجه الازاحة مزين فهذا المتجه هو ابد ما يعتمد على المسافة العشوائية من اي الابي يعني هاي المسافات العشوائية اللي هي بالخط المنقط هاي اقدر اسوي 10-20 احتمال من هاي المسافات اقدر اسويها متحرجة اكثر اقدر اطولها اقدر اخليها بغير اتجاه مزين اقدر اخلي بها اكثر من حلزون للذهاب من اي الابي هاي كلها متأثر على الازاحة مزين بذني كلها المسافات مختلفة بس كازاحة الظل الازاحة من اي الابي هي نفسها واتجاهها يظل نفسها ثابت متأثر بالمسافات والاحتمالات الممكنة اللي اقدر خليها مزين هذا الشي انتو تعرفوا وهاضمي من العدادية بس احنا ردنا نسوى رفيو سريع قبل لا ندخل بعمليات الجمع والطرح قدنا بالنسبة للترميز اللي هي نسموها الفتر نوتايشن يعني رموز المتجهات شون نرمز لها وشون نكتبها بالعلول ولا بالوظف ولا بالكتب المنهجية دائما يخلوها بحرف مثلا متجه اي عدنا هنا هنا دائما يصير بولد فيس اللي هو اللتر يصير لون هذا الغامق وفوقها سهم اللي يرمز للمتجه زين ومرات قليلة يخلوها بدون متجه فوق بدون سهم بس الحرف اللي يرمز للمتجه وبلون غامق يصير اذا يريدون بس يتكلمون عن المقدار مع هذا المتجه زين يخلوها ما في حد مطلق مثل هذا المثال اللي لدينا بالسطر الرابع بهذا بسلايد يخلوه كأنه حد مطلق لهذا المتجه معناها دا يتحدث بس على القيمة مالتها مو على الاتجاه او يخلوه مغامق ومائل مثل هذا الحرف الاي المائل مزين هاي ببساطة خنقول ترميز المتجهات بالنسبة للي يسموه موضوع الـ equality of two vectors او اكثر من two vectors مو الا two يعني three و four يعني الكميات خنقول المتجهة المتساوية شون انه شرط التساوي بين الفكترات والمتجهات عدنا شغلتين هنا يقول لك القانون او الشرط two vectors are equal شوقت يعني ذلك الفكترات متساوية شوقت اذا عدهم نفس المقدار نفس القيمة واذا عدهم نفس الاتجاه هذا خنقول بديهية المفروض مزين اذا نبعو على ذني الفكترات كلهن المرسومات عدها اربع فكترات كلهن اتجاه نفس الاتجاه وكلهن نفس المقدار شون تعرف نفس المقدار دعم المتجه من يرسموه مثل المتجه هذا طولة معين طولة مثل الخمسة سنتيم فاذا يرسم متجه ثانه طولة خمسة سنتيم معناها مقدار هذا يساوي مقدار هذا يعني مقدار المتجه بالرسومات هو على طول الفكتر طولة بالمسطرة وهذا مقدارة اما مقدارة فنقول هاي الخمسة سنتيم اما مقدارة او شي يمثل مقدارة على مقياس الرسم مثلا انت تقول السنتيم عندي هي بمثابة كيلومتر الخمسة سنتيم خمسة كيلومتر يعني هذا طول المتجه خمسة كيلومتر وهكذا زين هاي معناها شن معناها شي تفيدني هاي القاعدة تفيدني ان هذين الفكترات هوين ما الشي الواحد من عندهم خليه بغير مكان على هذا المحور الاعداثيات بس ابقيه بنفس الاتجاه وبنفس الطول بعده راح يظل بعده يساوي باقي الفكترات زين هاي النقطة المهمة بهذا الشرط ما المساواة بين الفكترات زين هسا نيجي على الموضوع المهم عندنا اللي هو لب الموضوع من هاي المحاضرة اللي هو شون نضيف الفكترات زين الطريقتين اللي اضافة الفكترات طريقة الرسم اللي هي بسيطة جداً بس مو دقيقة مئة بالمئة وتستخدم السكيل داعاً اللي هاي سيحتينا عنا مقياس الرسم الطريقة الثانية طريقة جبرية اللي هي دقيقة مئة بالمئة زين خليني جعلها واحدة واحدة خليني جعلها الـ Graphical نركز عليها الطريقة الجبرية نأخذها بال نتعمق بها أكثر بالمحاضرة الجاية زين الطريقة طريقة الرسم الـ Graphical اول شي لازم نختار الـ Graphical معين مالتنا يعني لازم طبعا عندي ورقة مقسمة ورقة بيانية مرتبة حتى ارسم عليها حتى اعرف المسافات بالمسطرة زين فنختار الـ Graphical معين مثلا قلنا انا قاعد ارسم إزاحات بـ Graphical كلها يشتغل بالكيلومتر أو بالمتر زين هاي الازاحة نقاس بهاي الوحدات المترية وحدات الازاحة زين اختارين مقياس الرسم مثلا عندي على هاي الورقة كل سنتيم هو متر على عرض الواقع خلصنا من مقياس الرسم نبدأ نرسم الفكترات الأدنى يقول لك ارسم الـ First Vector اللي هو الـ A انا مثلا عندي معطيات انه هذا الـ A الفكتر A هو طولة خمسة كيلومتر ورح ارسمه على هاي الورقة البيانية على طول خمسة سنتيم لازم اعرفه اتجاهه يعني قلنا الفكتر لازم عندي مغداره اتجاهه من اعرف اتجاهه وطوله راح اعرف ارسمه على هاي الورقة البيانية زين طبعا نخلي محور احداثيات الصفر صفر مالي والـ X والـ Y و ارسمه وي اتجاهه زين بعدين اذا عدي اكثر من فكتر حتى اجمح ان انا موضوع يجمع الفكترات معناها عدي اكثر من فكتر الفكتر الثاني شون ارسمه ارسمه من نهاية الفكتر الاول يعني من رأس السهم ننجي على هاي سلايد حتى نشوف الطريقة اوضح مثلا عندي الفكتر اي ارسمه بمقداره واتجاهه وبعدين ارسم الفكتر بي من نهاية الفكتر اي مثل ما اموضع هنا همه بمقداره واتجاهه معا اخذ نقطة الاصل الجديدة هي نهاية نقطة اي يعني انس نقطة الاصل القديمة اللي هي بداية نقطة اي ومن نهاية نقطة A نقطة أصل جديدة للفكتر B وأرسمها بمقدارها واتجاهها من هذه الرسمة لازم مصطرة ومنقلة حتى أحدد اتجاهها وبعدين من عيد أجماحاً شنو؟ أرسم المحصلة مالاتين R اللي هي المتجه اللي جاي من جمع أيوبي هذا من بداية نقطة A إلى نهاية نقطة B أقيسها بالمصطرة هذا من الرسمته أقيسها بالمصطرة إليها حيصير هذا مقدار الجمع مال A و B والزاوية مالتب المنقلة في الأفق إليها هاي شنو هاي الزاوية؟ زاوية المتجه R اللي جاي أيضاً من جمع أيوبي طبعاً ما أنسى فقرة اللي هي أنا مثلاً الأي مالي عسمته خمسة سنتيم و B مثلاً 7 سنتيم طلع لي R مثلاً 10 أو 11 سنتيم مثلاً حسب الرسم معناه أنا أرجع المقاس الرسم مالي أنا كل سنتيم زياد عندي حاسبة على المتر من رسمت على الورقة البيانية كيلومتر 10 أمتار شسوي مقدار R مالتي مثلاً طلع عليه 11 سنتيم أضربه في مقاس الرسم مالي اللي هو هاي خلا نقول مثلاً متر يعني 11 سنتيم يعني 11 متر زياد؟ مثلاً بعد إذا عندي أكثر من متجه مو متجهن نفس الطريق أتبعها أرسم المتجه الأول بعدين من نهاية المتجه الأول أرسم المتجه الثاني وأعتبر نقطة العصر المالتي هي منه نهاية المتجه الأول من نهاية المتجه الأول هذهار أن ن نذهب نهاية المتجه الثاني من نهاية المتجه الثاني وهكذا من أخلص مثلاً عمدي A و B و C و D أربع متجهات محصلتهم في نهاية G أن braking نقل المخاطط البياني مالي من بداية المتجه الأول إلى نهاية المتجه الثاني من بداية أي؟ بداية ها يدي هذا شنو هم أقيسه بالمصطرة هو أقيس زاويته بالمنقلة وراح يطلع لي الجمع مالذاني أربع متجهات وهي طريقة جداً سهلة باستحتاج شوية دقة بالرسم والقياسات والزاوية زيان عدتنا خواص الجمع خواص جمع المتجهات اللي هي أول خاصية منهن شي سموها الكميوتاتيف اللي هي الخاصية التبادلية يعني إذا أجمع متجه A و B نفسه بالضبط ناتج مالتي إذا أجمع ال B و A وهي أكيدها مرع عليكم بهوائي أمور مرع عليكم بالأرقام أكثر شي مو بس بمتجهات يعني بالعدادية مرع عليكم إنه خاصية تبادلية مع الجمع الأرقام وشغلة B هي مرع عليكم المتجهات نفس الخاصة هي موجودة إذا نباوعلها حل رسم مثلا إذا عدنا متجه A وبعدين جبت ال B رسمته وراء وجماعتهن بالمحصلة R اللي هي هاي الوسطية خنقول الوتر زين إذا أرسم ال B أول وبعدين أضيف لل A النتيجة رح تطلع عدي نفس الشي يعني يطلع عدي ال R بمقدارها واتجاهها نفسها بالطريقتين زين وواضح هذا والرسم جدا عدنا الخاصية الثانية اللي هي الخاصية التجميعية Associated Property of Edition شن هي هاي الخاصية؟ أهم ينمخذيها بالأرقام العادية بس بالمتجهات هي هم تشبه الأرقام شن هي هاي الخاصية شو تقول؟ تقول إذا عندي ثلاث متجهات أو أكثر أريد أجمعها فطرق الجمع بها هم الساوية يعني مثلا إذا عندي A وB وC على الرسم الأيسر خلنا نركز على الرسم الأيسر إذا عندي ال A والB والC فإذا جمعت ال B والC وحدهم إذا شوفون هذا الظلع اللي هو جامع للB زاء C وبعدين أجمع ال A ويهذا ال B زاء C ال B زاء C خلنا بالقوسين وأجمع وياهنا ال A فمين راح أرسم المتجه؟ راح أرسم المتجه من بداية ال A إلى نهاية المتجه B زاء C هاي حالة هاي حالة جمع هاي الحالة هي تشبه الحالة إذا جمعت ال A و B أول شي وحدهم مثل ما تشوفون بالرسم الأيمن إذا جمعت ال A و B يعني رسمت متجه من بداية ال A إلى نهاية ال B هذا جمع لي بس ال A و B هذا ال A و B إذا أجمع وياه C شون أجمع وياه C أرسم متجه من بداية ال A زاء B إذا تشوفون من بداية إلى نهاية ال C راح يطلع عليها من نفس الناسج جمع وهذه طرق التجميع كلها أجمع الثنين زاء وياه الثالث أجمع آخر الثنين وياه الأول إذا عندي أربع فكترات أجمع آخر الثلاثة وياه الأول أجمع الثنين الوسطيات وياه الأول والأخير كنت تطلع لي نفس النتيجة حتى له بالطريقة الرسمية بطريقة 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 اللي هسنا مرقزين عليها بدنا بأحد خاصية أخرى للمتجهات اللي يسموها بساطة هي شنو هذي هي سالب الفكتر يعني عكسة بالإشارة بس إحنا من ناحية الأرقام سهلة نقدر نتخيلها إنه الرقم والسالب مع الموجب والسالب الرقم الموجب وإلى رقم سالب مزيلا إنه من الفكترات السالب مع الفكتر هو معناها بس إنه هذا الفكتر هو عكس إتجاه ذاك الفكتر إذا أبعو علها من الطريقة الرسمية ولازم أبعو علها بطريقة الرسم ليش؟ لأنه هو الفكترات يعني واحد يتخيلها عن طريق الرسم بس معناها عندهم نفس المقدار هما بس إتجاههم يختلف هذا الفرق مزيلا هذا معناه negative of a vector مزيلا هسا عدنا موضوع الطرح اللي هو جدا مشابه لموضوع الجمع بس أكوفت ترك معين بي هسا نحن نتعلم موضوع الطرح هو ديقول إنه special case هو vector addition يعني حالة خاصة من جمع المتجهات يعني كأنه أنا قاعد أجمع السالب مع الفكتر ويه الفكتر الفلاني أدي فكتر a وعدي فكتر b أريد أطرح فأجيب السالب مع الفكتر b أجمع ويه الفكتر a كل بساطة إذا أريد أن أبعينها على الرسم مثلا عندي فكتر a هذا الرسم الأيمن الموجود عندنا إذا أدي فكتر a وعدي فكتر b اللي هو فكتر b المنقط هذا اللي منتجه الأعلى شون أطرحن ال b أسوي سالب من أسوي سالب شون أحق لي نفس مقداره وأرسمه بعكس الاتجاه طبعا ها شون هسا طريقة رسمية طريقة الرسم يعني قصدي طريقة الرسم إنه بنفس المقدار بالمصدر أرسم ال b بس بالعكس بنفس الطول بنفس الاتجاه يعني مو نفس الاتجاه نفس الاتجاه بس محكوس يعني على امتداد ال b الأصلي الأول وأجمع لذن الأي أجمع ويهن ناقص b شون أجمع من بداية الأي سهم إلى نهاية بس ناقص b هاي جمعتهن صارت الأي زائد ناقص b هاي طريقة طرح المتجاهات زيان منظور آخر للطرح أو خنقل طريقة أخرى للطرح طبعا هذيش الطريقة أسهل من هاي الطريقة بس لا بأس إنه تأخذهم طريقة ثانية للطرح طريقة الثانية إنه ما أرسم المتجهين واحد ورى الثاني يعني أرسمهم ثانياتهم من نقطة أصل وحدة زيان والمحصلة مالتهم حاصل الطرح مالتهم هو شنو هو من المتجه الثاني للمتجه الأول تشوفون الرسم مع المتجه سي يبدي من المتجه الثاني المطروح اللي هو البي أنا أريد أطرح البي من الA فأوصل سهم من البي للأ هذا السهم هو سي هو حاصل طرح البي من الاي ركزوا ركزوا هاي المعلومة إذا العكس إذا بي ناقص أي لألسام عكسه خليه يبدي من الأي يروح المن للبي زيان لابدنا بعض خاصية ضرب أو قسمة فيكتر بواسطة سكيدر معين يعني شنو قصده يعني إذا عندي فيكتر معين وقاعد أضربه في رقم مو قاعد أضربه في فيكتر زيان ولا أقسمه على فيكتر قاعد أضربه في رقم عادي مو فيكتر بس مقل يعني بس قيمة غير متجهة كنا نقول زيان هي بس مجرد هاي القيمة رح تغير للمقدار لتجاه ما يتأثر زيان يعني الفكتر رح يطلع لي لما نضربه بسكيلر رح يطلع لي فيكتر بس طولة أما يطول هذا الفكتر أما يطول أو يكسر حسب هذا خنقول القيمة الضربة هبي زيان ما رح يتأثر للتجاه مثل ما قلنا ونأكد على هذا الشي بس طولة الفكتر يتغير اللي هنقيمة رح تتغير لسا خلنأخذ مثال عجبا لمتجهات حتى توضح لنا صورة أكثر عدنا هنا شن المثال عدنا سيارة إذا تمشي 20 كيلومتور يقول للشمال وبعدين غيرت التجاهها ومشيت 35 كيلو بالاتجاه 60 درجة ويستوف نورث هي يعني الشمال الغربي زيان فيقول أريد المحصلة والانتجاه زيان ما حركة السيارة والإزاعة السيارة زيان إذا إحنا هاي شون نوجدها لازم نرسمها برسم بياني حتى توضح عدنا أكثر فعدنا هذا المخطط على الأيمن الجهة اليمنى يعني زيان طبعا قسمه مربعات على مقاس الرسم نختاره الآن شفت أنه مشى 20 خنقول 20 كيلو وبعدين 35 سوى كل مربع هو عبارة عن 5 كيلو مزيان كل مربع من دين المربعات على هذا الرسم يبقى أنه هي 5 كيلو فبالفكتور الأول اللي هي مسافة السيارة وزاحتها 20 كيلو فأربع مربعات يعني كل مربع هو 5 وبعدين المتجه بي اللي هي حركة السيارة بتجاه الشمال الغربي هميا جيد لازم شنو منقلة ومصطرة عندي وأقيسه أقيس 35 أمشي 35 على المصطرة 35 كيلو خنقول بس جيد بمقاس الرسم المالي الآن المحددة هنا لازم أعرفه مثلا كل مربع هو سنتيم أمشي على قد السنتيمات اللي مثلا عدي 35 كيلو وبالزاوية 60 اللي هي عن طريق المنقلة زين رسمت الأي والبي شون أرسم محصلتهم؟ قلنا من بداية الأي إلى نهاية البي هاي بس أرسمها أقيسها بالمصطرة وأقيس زاويتها بالمنقلة اللي هي البيتا هاي البيتا المحصورة بين الار والأي هاي طلع عندي المحصلة واتجاهها زين هاي طريقة الرسم اللي هي جدا سهلة بس تحتاج مصطرة ومنقلة وقلنا هي مو دقيقة مئة بالمئة إن يصير بها بوينتات فرق بس إذا عندي طريقة الثانية اللي هي طريقة المعادلات هاي تكون دقيقة أكثر خننحل المثال بها طريقة المعادلات حتى بعدين ندخل بها أعمق بالمحاضرة الجاية طريقة المعادلات شون أحل المحصلة المال؟ جمع المتجهات طريقة جيب تمام واتجيب قانون الجيب تمام وقانون الجيب زين اللي هو يسمو law of cosines law of signs فإطالة المحصلة بقانون law of cosines معانون الجيب تمام شنو وشي يقول يقول عدي الر تربيع لها المحصلة التربيعية تساوي لاي تربيع زال بي تربيع نقصا ثنيا A B cos theta زين هاي شون حتى تطالع منها الر لازم اجذرها مثل ما تشوفون على الجهة اليمنى الر تساوي تحت الجذر هذا الحات كله على الجهة اليمنى الجهة اليمنى زين شنو نقص بهاي المعادلة A موجود عدي مقدارة والB موجود بس الثيتة ما موجودة الثيتة هي شنو هي الزاوية بين المتجهين اللي قاعد اللي اجمعهم اللي قاعد اجمعهم وطالعهم ومحصلة مالاتهم اللي هي موجودة على الرسم هاي الثيتة زين لا تنتفهولها هاي الثيتة شنو هي ببساطة هاي بس 180 ناقصا 60 واضحة جدا بالرسم 180 ناقص 60 طلح هاي الثيتة زين فاذا اطبقها بالقانون ما ال R رح يطلع عدي ال R 8.2 كيلومتر زين شون اطلع اتجاه ال R زين خنقول ما عدي ما عدي طريقة الرسم ما عدي منقلة ما عدي شي شو اساوي استخدم قانون الجيب اه قانون الجيب شي يقول هاي طبعا اكيد ما اختيبها بالعدادية هاي القوانين بس نقول مراجعة لها هنا هانا بها الامثلة ساين اي زاوية على طول الظلع اللي امام هاي الزاوية يساوي ساين الزاوية الثانية على طول الظلع المقابلة وهكذا هذا قانون الجيب زين زين فعدي ساين البهتا الموجودة عدي بالرسم على طول الظلع B اللي هو المتجه B لازم تساويش انه ساين الثيتا على طول المتجه R رانعدي الثيتا طلعتها والR طلعتها شو عندي بقى والB موجود عدي طول الفكتر B يبقى عدي بس ساين البهتا نجهول وراح يطلع لي البيتا منه ثمارية ثلاثين بوينت تسع وهي طريقة الرسم وطريقة المعادلات هي المتوفرة امامك تقدر تحل بها وتجمع المتجهات بس هاي المحاضرة خلصناها هاي المحاضرة الجاية بعد تفصل اكثر بالفكترات حتى نخلص من شابتر للفكترات وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر